في حكاية عايزة اتكلم عنها ومش هحاول اطول يعني او هحاول ما طولش يعني ان شاء الله يعني كهربا مبارح واحنا كنا حتى في الحلقة مبارح على الهوى كان نزل ستوري على انستجرام بيتكلم فيها انه الناس اللي بتقول انه هو ادعى انه تعبان او حصل له مشكلة بعد مباراة الزمالك على طول وانه بعض الناس قالت انه هو بيمسل ورد على الناس دي بقى يعني رمى كلام عارف انت اللي هو ايه انت بتقول عليك انت بخود بقى دي وانت انا ما عاملش كده ده انت اللي تعمل كده وانا مش متعود اخسر ده انت اللي متعود تخسر فهم من الاخر يعني بايخ طيب كهربا لو ليه حق انه يزعل اه يزعل ليه حرام ابدا حرام انك تخش في نوايا حد تعب او جات له اصابة او حصل له مشكلة ويتقول اصله بيمسل حرام ده من حيث هو المبدأ من حيث هو المبدأ حرام انك تقول كده والله اعلم بكل واحد تمام بس ده ما يبقاش الرد بص الرد قالك شكرا من قلبي لكل الناس اللي سألت علي انا الحمد لله والشكر لله بخير ربنا يخليكو كانت يا سلام يا سلام لو وقفت هنا شكرا من قلبي لكل الناس اللي سألت علي انا الحمد لله والشكر لله بخير ربنا يخليكو اما بقى بالنسبة للناس اللي متعودين على التمثيل والافلام والدعاهم للمرض دي مش طريقتنا الحمد لله ولا عمري هتدعي المرض علشان مكسب او خسارة بس معلش اصلحنا مش متعودين على الخسارة ولا عارفين احساسها ومش متعودين عليها زي ما ناس كتيرة مش بيأثر فيهم لانها مش جديدة عليهم وبشكر الجمهور اللي على طول في ظهرنا وربنا يديم علينا نعمة جمهور العالم بص البتاق يعني الاستوريكو اللي هذا ما اتقل صراحة يعني باي خاول بالمناسبة الاهلي عاقب كهرباء وده العهد دايما على النادي الاهلي انه النادي الاهلي في المواقف اللي زي دي ما بيستناش وبالمناسبة فيه في قواعد النادي الاهلي وتحذيرات الكابتن خيابي ومدير الكورة من اول ما جيه لا لتعامل اللاعبين مع السوشيل ميديا في اي امور حط صورة ليك حط كل سنطيع مش عافيه لكن تخش في قصص وحكايات وحوارات هتتعاقب فالاهلي عاقب كهرباء فوري وغرم كهرباء انا بس على فكرة كهرباء ده كل اللي عارفينه حتى زميله السابقين او حاليين عارفين ان هو شخص طيب ما مش من المفترض ان هو اصلا يعني بيعمل عداءات انت كنت محاط طول مشوارك كروي بكثير من المشاكل كون انت بقى أسطها ما أسطهاش انت اللي كنت غلطان فيها مش انت اللي كنت غلطان فيها انت دلوقتي من المفترض في مرحلة هدوء استمتع بالكورة ارجع لمستواك ارجع تاني المهاجم رقم واحد في النادي الأهلي بعد ما بقيت المهاجم رقم ثلاثة زي ما قولها رقال استمتع بالكورة ركز في الكورة وبعدين احنا نفسنا كإعلاميين بنقعد نلوم ساعة على الجمهور وعلى السوشال ميديا والناس مبقيت متعصبة تماما والحاجات دي يا جماعة هي اللي بتخلي الناس تتعصب بالمناسبة واحد بيفرج عليها دلوقتي من جمهور الأهلي يقول لي اه ما انت ما قلتش كده على الشكبالة ما انت ما قلتش كده على مش عارف مين قلنا على كل الناس هي الموضوع ملوش علاقة بالألوان هي ليه علاقة ان احنا بنستمتع بالكورة فمش عايزين الناس تولع في المقطع اللي احنا بنستمتع بيها دي بلاش طول الوقت نبقى عايشين ساخنانين ولعب الكورة ده خاصة اللي بلعب في الاقل هو الزمالك دراج المسؤول عشان اي كلمة بيقولها بتأثر في الجمهور سلبا او ايجابا فلو سمحت كان سهل جدا على فكرة وعلى فكرة كان ممكن كهرباء يقول ايه انا برضو زعلان شوية من الناس اللي قالت ان انا جماعة مستحيل امثل ومستحيل مش عافية لكن اصلا مش انا ما اعملش زيك وانت اللي بتمثل ليه ليه اصلا نتكلم بالصيغة دي لهم حتى على الناس اللي قالت عليك بتمثل بس بطريقة اهدى من كده بكتير يعني والصحة يعني الصحة الصحة يعني لعب الكورة مش المفروض يخش يوض يتخاني ويتكلم ويرمي على السوشال ميديا لعب الكورة يركز في الملعب بس ده المفروض يعني ايه لعب كورة مش غرابة بس ايه لعب كورة يعني دي حكاية